وتقريبا زي كل سنة في الوقت دوت ربنا ما اقتعلينا عادة بنقدم لكم أفكار جديدة للانش بوكس لوقت دخول المدارس عشان يعني ايه نجدد كده النشاط والحماس في حاجات هتقولوا اه اه احنا متعودين نعملها في حاجات كدوره والله فكرة حلو عشان كده معايا ومعاكم دلوقتي دكتور باسما يوسري طبيب بشري تغذية علاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والسمنة اهلا بك يا دكتور اهلا بك اهلا بك احنا جايبين النهاردة خمس بوكسات خمسة لانش بوكس هنبدأ بقاني واحد اي اني واحد عايزة اللي انت يبدأي بي نبدأ بقاول واحد ايه نبدأ بالبانكين بصي هو اي لانش بوكس خلينا نتطفق انه هو فيه خمس مكونات حلو النشويات تكون نشويات صحية بروتين خضار صلطة اي خضار فكهة وخمس حاجة تكون دون صحية ماشي مفيش عصير مفيش مشروبات مفيش عصير او كده يبقى عصير فراش احنا ممكن ناخده انا فراش ده عندي فيه مش كده بس هنتكلم فيه بعدين خلينا طب ناخده نبدأ بالاول اوكي باول واحد الفراش ده انا هصحة كل يوم اضرب في الخلط بصي اول حاجة خالص ده بانكيك شوفان اللي بيك كده بايني هولا بايين كده هبايبي بايين بانكيك شوفان تمام وعليه عسل ابيض بانكيك شوفان يعني باجيب الشوفان وبدربه في الخلط مع مياه ولا مع لبن مع لبن مع بيكين بودر تمام وفانيلا برضو نقطة تمام مع البيض الاساسي طبعا مع البيض او الزبط ده فيه حكي يعني بعمله بعمله بعمل الشوفان بديل البيض بالضبط كده فهو يبقى حاجة صحية افضل من كتير من البيض اللي بيرفع مستوى السكر تريعا تمام ينفع بدل بقى لشوفان والدقيق البيض ينفع حط بقى دقيق رز دقيق بطاطس دقيق بلا بلا ايه تمام حسب الحالة نفسها بس عشان كطعم ويز ما يختلفش الشوفان افضل الشوفان بقى طعمه اكسبتت شوية في البنكي عشان لما يتغير قوي مش بيردوا يأكلوا الاولاد اوكي فده ده شوفان ده شوفان بالضبط كده عليه ايه البيض اهم حاجة البروتين فانا مستخدمة كده البروتين اللي هو البيض اللي احنا ما ينفعش نحطه في صورة البيض طبيعية كده مسلوقة او كده احنا متفقين بقى بقى لنا سميع لال البود المسلوق ايو بالضبط كده احنا بنستخدمه جوه الحاجة نفسها في البنكيك تمام وهنا بقى البروتين زي ما قلنا البيض الضيق الشوفان هو النشويات حطيت علي عسل بتقولي؟ علي عسل ابيض تمام اذكي حاجة صحية اما هنا في الفكهة بتاعتنا هي تفاح هلو جد تمام التفاح طبعا في نسبة حديد في فيتامينز في مينرالز في كل حاجة والخضار كان هو خيار وجذر خيار الخيار بقى بنتي بتحب تعصر عليه اللمون مفيش مشكلة ده حاجة حاجة حلوة بيبقى احسن كتير وممكن على التفاح نفسه برضو ناصر اللمون واللمون لما بيتعصر بمية على التفاح ما بيغيرش لونه حلو عشان السواد ايوه ما خلوهش يسواد طيب بنتي بتحب تحط عليه رشة ارفع على التفاح ده حاجة حلوة برضو ممكن نحط اوه عليها مثلا عسل ابيض بيبقى تعمه بقى كحاجة اللي بقى اللونش بوكس وكبه لو هو فيه سيبرت يعني فيه لونش بوكس بتقوم مقفولة بيبقى فيه البوكس ده مقفول وكبه وفيه على فكرة العسل ساعت بيتحط في ساشيهات كده ما هو في الغالي بيبقى احسن كتير عشان هم يفتحوا ويحطوا في ساعتها فما يلزقش اللونش بوكس كلها بالزبط كده الدهون الصحية اللي انا مستخدمها هي اللوز هنا اللوز تمام؟ ومعيها سناك بقى حلوة حاجة فاني يعني إحنا اي حاجة يبقى لازم yeكون فيها حاجة فاني كون بقى حاجة لذيذة كاسناك حتى داركة شوكولت بس في المدرسة يوافقون؟ امان لو داركة شوكولتة شوكولت entonces الشوكولتها تقفيد حسب الحاجة نفسها لكن لو لادركة شوكولت مره في الإثمان مش هيجرى حاجة تمام؟ فدي desses عمل Evangelical ده لانش بوكس لذيذ ده يوم لذيذ يوم لذيذ بالضبط نيجي بقى اللانش بوكس التاني بصي هنا بقى حاجة عريقة شوية لازم يبقى فيه بوكوليات زي ما ماتفقيني بقى مرتين مثلا في الإتباع يكون فيها بوكوليات فهنا البوكوليات المستخدميها طعمية وعملها في الإيرفراير يعني هنا صنجتش طعمية في الإيرفراير حلو في عيش بلدي في عيش بلدي عيش بلدي وعيش بلدي انت قلت وحفظتين عن العيش البلدي وأفضل أنواع العيش أفضل العيش هو يجي وراء الحبوب الكاملة لو هنستخدمه بس تلعيش الفينو ما نبدأش يومنا للأطفال باعش فينو ما يفضلش عبدا تمام ودي مربة فراولة ماشي تمام من الحاجات برضو ليها طرق كتير يا بتبقى موجودة على النات ممكن نقدر نعملها في البيت طب المربة دي مش سكر كتير لو معاملها في البيت بطريقة صحية بيبقى عادي معنا جدا أنه ياخد معلقة هو برضو محتاج احتياجاته من السكر لو احنا هناخد معلقة مش هيجرى حاجة في الصندورتش فاهماني نيجي بقى للدهون الصحية وأنا مستخدمها سوداني هلو جدا تمام نيجي بقى للإيه للفاكهة في برقوب هلو وفي بقى زي ما قلنا الوراقيات والخيار خاص وخيار خاص وخيار هلو جدا بلايش ان احنا كل يوم نحط الصلطة كاملة بنسبة للاولاد هيزهقوا منها هتجي بعد كده ما هتلاقي يراجع لك اللانش بوكس ده راجع لكن لو نوعت أنا كل يوم أحط صنف صنف أو صنفين هيبقى حسننا كتير يعني زي ما قلنا كده يوم خيار مع كابوتشا فاهمها هيبقى حاجة حلوة مع الطعمية يبقى طعمه حلو اوكي نيش انا محب الجرجير مع الطعمية او الجرجير برضو يبقى أوبشن حلوة والتماطم بتبقى حلوة نيش نيجي بقى اللانش بوكس دهنا التالت بلسي ده ليفت أوفرز بقى لو احنا مثلا هو ما أكلش الفرايخ بتاعته بتاعته بتاعت اليوم اللي قابله ممكن نعمله كاوبشن للأكس اوه يعني على الغدى ما كملش في فضل بواقي فراخ عندي اوه أنا قطعت الفراخ تمام وحطينا معايا فلفل الوان دي تشيك ان رولز اوه فعيش تورتلا براون شوفين برضي مايفاش فعيش بلدي او عيش بلدي اوكي مافيش مشكلة حسب ما هو حب احنا بنحاول نغير افكار علشان مايبقاش الحاجات التقليدية انا بقول كده وكده عشان اللي مقدرش يشتري التورتلا زروفه مش متاحة يعني لعيش البلدي مفيش مشكلة ايو من اعمله ويتلف برضو كده ده فراخ كانت عادية خالص نسلت وقطعناها حطيت معايا فلفل الوان حطيت معايا كابوتشن ممكن نزود مثلا معايا حتة جبنة مثلا تشيدر او كده ممكن دي اذا اوبشن لو هو بيحب الحاجة مختلفة لحظة مايوناز كده او زبادي مثلا او ممكن جريك يوجرد مثلا معمول عليه لمون معمول عليه خل او كده بيبقى حلو جدا كطعم حاجة صحية احنا عايزين نجون احيط الحاجات ببالاش مايوناز خليها جريك يوجرد مع لمون مع شوية ملح مثلا وخل بالضبط ملح وخل كده يبقى طعمه حلو جدا از اوبشن كانو دراسنج يعني بالضبط كده واللي كانت الحاجة الموزة تمام عشان الماغنيزيام والتركيز بتاعنا بيحافظ التركيز جدا المون ويبقى حلو قوي الحاجة الفاني بقى في اللانش بوكس ده هتبقى السويت كورد معمولة في اليرفراير في اليرفراير ولا سلقتيه؟ لا دي معمولة على طول في اليرفراير اذا وهي ناية ولا انت جايبها المسلوقة جاهزة؟ لا ناية انت جايبها دورة ناية من الخضار؟ السويت اللي هو من الراجل بتاع الخضار عادي وفيه تحط في اليرفراير تمام على طول من غير اي حاجة خالص تعملوا بقى طعمه حلو عايزين نسلقه ايكس اوكي ده قوضى فيبقى حاجة فاني برضو كاكل مش رخم وان انا باكل اكل تقليدي افكار لذيذة جدا نخش على اللي عندي بقى عندك فكريتين كده انا شايفة فشار لذيذ معنا فشار اوكي وده ساندويتش اه الفشار هالفي الفشار صحي للأطفال؟ طبعا صحي جدا وكبديل للحاجات اللي احنا بنوض ناكلها الشيفسيات والحاجات دي ده افضل كتير ده ساندويتش جبنا جبنا قريش ممكن نعملها كريمية ازاي نحط الجبنة القريش نفسها ونحط عليها زبادي علبة زبادي او جريك يوجرد اللي موجود عندنا ونحط كمان ممكن فلفل الوان يعني ما شوية نضربه كله في الخلاط او الكيتشن ماشين وناخده بقى بقى طعمه زي بالضبط الكبنة الكريمة اللي بتيبيع في السوبر ماركة ومعي خاص ده حاجة تقليدية شوية ومعيها بقى بلع أصفر بالضبط وفلفل الوان عشان فيتامين سي وكمان الفشار طبعا والفايبرد والألياف وكده يشبعنا فترة طويلة والولاد يبقوا مبسوطين هما بيأكلوا بيأكلوا حاجة غريبة شوية وآخر فكرة لونش بوكس بقى حتى بطاطس محمرة وناجتس اوه ده الدلع بقى معمول في الفراير بردو يعني بطاطس والناجتس معمولين في الفراير معهم جذر عشان فيتامين ايه والتركيز والنظر بتاعنا وكمان معهم حاجة مسكرة بقى العنق في عمني فيبقى أوبشن حلوة جدا ان احنا ناكل حاجات مختلفة وكلها متوازنة يعني كل حاجة بيجمع فيها ان فيها نشويات صحية فيها بروتين نسبة بروتين حلوة تشبعنا وفيها ألياف وفيها كمان فكهة ودهون صحية يعني انا بشكرك شكرا جزيلا احنا ديناهم التوازن واتمنى ان الولاد ما يكلوش الناجتس والبطاطس ويحلقوا للعنب والجزر بالضبط كده ونرجع احنا بقى نقطع في شعرنا لما يرجعوا من المدرسة حتى ايه فين الناجتس ده بيتعمل بطارية صحية برضو في البيت في ليه فيديوهات وكده الامات بقدر تعملو في البيت بصي اللي عايز يعمل حاجة صحية ويركز لولاده هيعرف ان شاء الله وان شاء الله ربنا بيبارك وبيرزقنا الوقت وبيرزقنا المجهود والصحة والخلق والصبر ان احنا يعني نقدر نوفر لولادنا كل حاجة في سبيل ان هم يكلوا اكل صحي وان شاء الله ربنا يعنى على كده واشكرك شكرا جزيلا وسانة سعيدة على الجميع وكاد نصايح سريعة ومفيدة ومن القلب القلب ودي اهم حاجة واشكركم في امان الله شكرا ديكي